السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكم؟ ده كاترة المستقبل ان شاء الله ده كاترة أولى سنوي في الفيديو ده ان شاء الله هنحل مع بعض 100 سؤال من أقوى الأسئلة على منهج الأحياء لسنة أولى سنوي الترم الأول البي دي ايف الخاص بالفيديو ده تقدروا تحملوه من اللينك اللي هسوبها لكم في الوصف هتدخله على القناة المختصر المفيد على التليجرام وتقدروا تحملوه منها فيلا بينا نبدأ ونتوقع على الله بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول بيقولك كم عدد جزيئات الجليسرول والأحماض الدهنية على الترتيب في خمس جزيئات من الفيسفوليبيدات في الأول كده احنا عايزين نعرف هو جزء الفيسفوليبيد بتكون من ايه؟ جزء الفيسفوليبيد الواحد بيتكون من اثنين حمض دهني وجزء جليسرول واحد ومجموعة فوسفات ومجموعة كولين يعني تعالى كده نشوف شكل أو تركيب جزء الفيسفوليبيد بيتكون من جزء جليسرول اللي بيكون فيه ثلاثة هيدروكسيل هذه واحد هيدروكسيل، اثنين هيدروكسيل، ثلاثة هيدروكسيل كل مجموعة هيدروكسيل بتكون مربوطة بحمض دهني هذه حمض دهني وهذه حمض دهني ولكن المجموعة الثالثة بتكون مربوطة بمجموعة فوسفات ومجموعة كولين يعني كده جزء الفيسفوليبيد الواحد بيكون فيه اثنين حمض دهني وجزء جليسرول واحد فتعالى كده نرجع للسؤال طيب لما يبقى كده خمسة من الفيسفوليبيدات الخمسة الفيسفوليبيدات بيكون فيهم خمسة جليسرول وعشرة أحماض دهنية تبقى الإجابة خمسة إلى عشرة السؤال رقم اثنين بيقولك تختلف الأنابيب الغربالية عن أوعية الخشف في كل من الآتي ما عادة عايزه أقولك الأنابيب الغربالية بتختلف عن أوعية الخشف في كل من الآتي ما عادة ايه؟ اتجاه حركة النقل هي فعلا بتختلف اتجاه حركة النقل لأن الأنابيب الغربالية بتحرك المواد لفوق والتحت الانبيب الغربالية بتنقل المغزيات مثلا لو كانت فيه ظهرة فوق ممكن انها تنقل لها المغزيات لفوق ولو كان فيه مثلا خلية في الجدر تحت بتنقل لها المغزيات تحت طيب اوعية الخشب اتجاه الحركة فيها بيكون لفوق بس به بيقولك تحتوي على سيتوبلازم دائب الحركة فعلا الانبيب الغربالية بتحتوي على سيتوبلازم دائب الحركة دي مش علينا الكلام ده كده هنعرفه في 3 سنوي لكن اوعية الخشب مش بتحتوي على سيتوبلازم فدي فعلا بتميز الى نبيب الغربالية طيب نوع العصارة اللي بتقوم بنقلها فعلا الى نبيب الغربالية بتنقل العصارة اللي بتنقلها ان الى نبيب الغربالية اسمها العصارة الناضجة اللي هي المغزيات انما اوعية الخشب بتنقل المية والاملاح وبالتالي بيختلف فنوع العصارة اللي بتنقلها اسمها العصارة النيئة اوعية الخشب بتنقل حاجة اسمها العصارة النيئة طيب تتكون النسيج مركب هم كلهم بيتكونوا من النسيج مركب يعني سواء كانت الانبيب الغربالية او عيات الخشب الاثنين انسجة مركبة فتبع الاجابة تتكون من نسيج مركب السؤال رقم ثلاثة بيقولك يمكن الكاشف عن مكونات الغشاء البلازمي بكاشف مكونات الغشاء البلازمي احنا عندنا الغشاء البلازمي بيتكون من طبقتين من الفوسفولبيدات والكليسترول وبروتنات مطمورة يبا كده احنا عندنا الليبيدات بيتم الكاشف عنها بسودان 4 والبروتنات بيتم الكاشف عنها بكاشف بيورايد يبا كده احنا عندنا الكاشفين هنكشف بيهم عن مكونات الغشاء البلازمي وهما السودان 4 والبيورايد فتبع الاجابة دال سواء رقم 4 بيقولك اي الجزئات التالية لا يستطيع الانسان هضمها يعني مين من الجزئات الموجودة في الاختراض الانسان مش بيقدر يهضمها النشا لا ينشا الانسان بيقدر يهضمها اللاكتوس سكر اللبن الإنسان بيقدر يهضمه الملتوس سكر الشعير برضو الإنسان بيقدر يهضمه إنما السيرولوز أليه في السيرولوز دي مش بيقدر الإنسان أنه هو يهضمه سوراكم خمسة بيقولك أول ما نكتشف أن الخلية هي الوحدة الوظيفية للنبات الوحدة الوظيفية نخلي بالنا من كلمة الوحدة الوظيفية لأن أول ما نكتشف أن الوحدة البنائية كان العالم شلايدن إنما الوحدة الوظيفية سواء كان للنبات أو كان الحي بشكل عام للنبات أو الإنسان كان الطبيب فرشو سوى رقم 6 بقولك أي الأنسجة التالية تكسب الصاق دعامتها يعني مين من الأنسجة الموجودة في الاختراض دي بتدي للصاق الدعامة الخشب والسكرانشيمي فعلا الخشب والسكرانشيمي بيكسبوا الصاق الدعامة تعالوا نشوف كده بيت الاختراض الخشب والبرانشيمي الخشب فعلا بيدي دعامة ولكن البرانشيمي لا فما تنفعش اللحاء والسكرانشيمي اللحاء مش بيدي دعامة ولكن الاسكرانشيمي بيدي دعامة فبرضو ما تنفعش البرانشيمي والسكرانشيمي لا ما تنفعش الاسكرانشيمي فعلا بيدي دعامة ولكن البرانشيمي مش بيدي دعامة فتبقى الإجابة الخشب والسكرانشيمي سوى رقم 7 بقولك أي العضيات التالية غير غشائية وتوجد في جميع الكائنات الحية يعني عضيات مش بتحتوي على غشاء وفي نفس الوقت بتكون موجودة في جميع أجسام الكائنات الحية احنا عندنا لقضيات الغير غشائية اتنين الريبوسومات والجسم المركزي ولكن الجسم المركزي مش بيكون موجود في النباتات ومش بيكون موجود في الخلايا العصبية وبالتالي كده احنا مقدمناش غير الريبوسومات فتبقى الإجابة اللي معانا هي الريبوسومات السؤال رقم 8 يبقى لك كم عدد مجموعات الفوسفات الحرة في جزيء dn مكون من 100 زوج من النيكروتيدات تعالك نشوف إجابة السؤال ده عايز يعرف عدد مجموعات الفوسفات الحرة في جزيء مكون من 100 زوج من النيكروتيدات عدد أزواج النيكروتيدات مايفرقش معانا احنا عايزين نعرف مجموعات الفوسفات الحرة جزيء dn ايه هو بتكون من شريتين من النيكروتيدات وطبعا احنا عارفين تركيب النيكروتيدة في نهاية كل شريت منهم بيكون في مجموعة فوسفات حرة يعني في الشريت ده بيكون في مجموعة فوسفات وفي نهاية الشريت التاني بيكون في مجموعة فوسفات وبالتالي الجزء كله أيا كان عدد أزواج النيكروتيدات 100-200-300 في النهاية عندنا مجموعتين من الفوسفات الحرة فتبقى الإجابة 2 برضو ممكن أن يغير لك في صيغة السؤال ده وقال لك كم عدد مجموعة الهيدروكسيل برضو عدد مجموعة الهيدروكسيل الحرة بتساوي عدد مجموعة الفوسفات الحرة لأن في نهاية كل شريط بيكون في مجموعة فوسفات وفي الشريط الثاني بيكون في مجموعة هيدروكسيل وفي النهاية التانية بيكون في نفس النظام مجموعة فوسفات ومجموعة هيدروكسيل وبالتالي عدد مجموعة الفوسفات الحرة بتساوي عدد مجموعة الهيدروكسيل الحرة بيساوي 2 صارك بتسعب أقول لك إذا علمت أن الربطة الجليكوسيدية هي الربطة اللي بتربط ما بين جزيئات الجلوكوز معا علشان تكون سكر معقد فإذا كان السكر المعقد يحتوي على 29 ربطة جليكوسيدية إحنا عندنا دلوقتي أن الربطة الجليكوسيدية دي هي الربطة اللي بتربط ما بين السكريات الوحدية يعني الربطة دي لو ده سكر أحادي ده سكر أحادي الربطة دي اسمها ربطة الجليكوسيدية فهنا بيقولك إحنا عندنا 29 ربطة جليكوسيدية فكم عدد جزيئات الجلوكوز التي يتكون منها السكر عدد الروابط بتساوي عدد جزيئات المية بيساوي عدد جزيئات المنمرات زائد واحد يعني مثلا لو قالك عدد الروابط 29 يبقى عدد المية 29 يبقى عدد المنمرات اللي هي السكرات الأحادية بيساوي 30 فتبقى الإجابة 30 اللي هي المفروض 29 زائد واحد السورة كم عشرة بقولك يوضح الشكل الهاتي أحد أنواع الانسجة النباتية جميع العبارات الهاتية دقيقة فيما يتعلق بالانسجة الظاهرة في الشكل معادة أنها النسيج اللي قدامنا ده هو النسيج الإسكرانشيمي فالمفروض بيقولك أن الاختيارات كل الاختيارات دي صحة بخصوص النسيج الإسكرانشيمي معادة حاجة وحدة تعال نشوف كده بها فجوات عصرية ممتلة هي مش بيكون فيها فجوات عصرية لأن دي أصلا خلايا ميتها فتبقى الإجابة ألف لها جدران مغلزة بالليجلين فعلا تزود النبات بالصلابة فعلا لها وظيفة دعامية لأن أصلا النسيج ده يعتبر اسمه النسيج الصلب توجد في صمرة الكومترة فعلا بتكون موجودة في صمرة الكومترة السورة كم 11 بيقولك الخلية جيم تمثل جاب لك ثلاث خلايا خلية ألف خلية ب وخلية جيم الخلية ألف بيكون فيها دي ني والميتوكوندريا وغشاء بلازمي وسيتوبلازم وريبسومات وبيكون فيها سنتروسوم تمام يعني معنى كده أن دي مش خلية نباتية والخلية بيكون فيها بلاستيدا خضرة وقدار خلوي وكل المكونات اللي بتكون موجودة في الاي معادة السنتروسوم فمعنى كده أن الخلية بدي خلية نباتية هو هنا بقى بيقولك الخلية جيم ممكن أنها تمثل ايه يعني بيكون فيها جدار خلوي وسنتروسوم في نفس الوقت وبتحتوي على دي ني والميتوكوندريا وغشاء بلازم وسيتوبلازم وريبسومات الخلية اللي بيكون فيها كل المكونات دي هي الفطرة لأن الفطر بيحتوي على جدار خلوي كده كده بيكون في دي انيوم متوكوندريا وشاءبلازم وسيتبلازم ورائب سومات وبرضه بعض الفطريات بتحتوي على السنتروسوم فأنسب إجابة معنا هي خلية الفطر سرقة متنشر بيقولك الخلية به قد تكون خلية من خلايا الخلية به إحنا قلنا الخلية به دي ممكن تكون خلية نباتية طيب بس بيكون فيها بلاستيدا خضرة البلاستيدا اللي موجودة فيها بلاستيدا خضرة فهي الخلية دي ممكن تكون خلية من ايه؟ بتلة زهرة ملونة لأيها فيها بلاستيدا خضرة جدر نبات بطاطا جدر نبات البطاطا بيحتوي على بلاستيدا عديمة اللون فما تنفعش جدر نبات لفت نبات اللفت الجدر بتاعه بيكون ملون وبالتالي بيحتوي على بلاستيدا ملونة ورق نبات الفول ورق نبات الفول فعلا بيكون لونه أخضر وبالتالي بيحتوي على بلاستيدا خضرة فتبقى الإجابة ورق نبات الفول سورة رقم 13 بقولك الخلية är A الخلية A D مش بتقدر تعمل ايه مش بتقدر انها تعمل عملية بناء ضوي فتبقى لا تستطيع القيام بعملية البناء الضوي طيب الانكسام الخلوي هي كدهك بتحتوى على D..n.. يعني ما فيها كده كده بناء البروتين بتحتوي على ريبوسومات انتاج الطاقة بتحتوى على ميتوكندريا وبالتالي الجبل قمال أمثل خلية ا مش بتقدر تقوم بعملية البناء الضوي لأنه مش بيكون فيها بلاستيدات خضرة س Tracem 14 بيقول لك ما مدى صحة العبارطين الكازين يتشابه في التركيب الزري مع الفوسفالبيدات ده عبارة صحيحة يعني كده الكازين ده بيحتوي على كربون هيدروجين وأكسوجين ونيتروجين وفسفور نفس النظام الفوسفالبيدات بيحتوي على كربون وهيدروجين وأكسوجين ونيتروجين وفسفور وبالتالي الاثنين بيتشابه وما بعده في التركيب الزري العبارة الأولى صحيح طيب العبارة التانية ولكنه يختلف عنها في التركيب الجزائي التركيب الجزائي اللي هو الوزن يعني الجزائي مثلا ان عدد بقى الكربون والنيدروجين وال iv40 والنيدروجين والفوسفور كل منهم بالتالي الاثنين فعلا بيختلفوا عن بعض في عدد الزرات دي فتبقى برضو العبارة التانية صحيحة فيبقى كده العبارة التانية صحيحة سور كم 15 بقولك توجد الكروموبلاست الكروموبلاست اللي هي البلاستي 진행ة في كل منها الآتي ما عدا جدر نبات الليفت فعلا جدر نبات الليفت بيكون ملون وبالتالي بيحتوي على كرومو بلاست جدر نبات الجزر جدر نبات الجزر بيكون لون برطقاني يعني ملون برضو بيحتوي على كرومو بلاست جدر نبات الطماطم نبات الطماطم الجدر بتاعه مش بيكون ملون وبالتالي لا يحتوي على كرومو بلاست ظهرت نبات عباد الشمس ظهرت نبات عباد الشمس بتكون ملونة وبالتالي تحتوي على كرومو بلاست فتبقى الإجابة إن الكرومبولاست بيكون موجود في كل دول معادة جدر نبات الطماطم السؤال الرقم 16 بقولك كم عدد كواعدة اليوراصيل التي توجد في قطعة DNA بها عشر أزواج من النيوكليتداد نركز كده في السؤال DNA أصلا مش بيحتوي على اليوراصيل اليوراصيل بيكون موجود في الRNA بس وبالتالي الإجابة تبقى صفر سؤال الرقم 17 بقولك أي مما يلي صحيح بالنسبة للإنزيمات الإنزيمات عوامل حفازة غير عضوية لا هي عوامل حفازة عضوية لأنها تتكون من بروتين متمثلة في الشكل والوظيفة لا مختلفة في الشكل والوظيفة غير متمثلة الشكل والوظيفة فعلا هي غير متمثلة الشكل والوظيفة الشكل لكل إنزيم ليه شكل معين ولكل إنزيم تفاعل معين وبالتالي كل واحد منهم لوظيفة مختلفة يتطلب منها كميات كبيرة لحدوث تفاعل لا مش لازم يتطلب مش مش شرط ان يتطلب منها كميات كبيرة فتبقى دي غلط تبقى الإجابة اللي معانا كده ايوم يالي صحيح بالنسبة للإنزيمات ان هي غير متمثلة الشكل والوظيفة سرقم 18 يقول لك الصيغة الجزائية لسكر الأصب سكر الأصب هو سكر صنائي اللي هو سكر الساكروز بيتكون من الجلوكوز والفاركتوز الفاركتوز فهنا عايز اقول لك الصيغة الجزائية سكر الأصب ممكن نجيبه ممكن احنا نحفظه ونطلعهم الإجابات بس انا عايز عرافك ازاي بنجيب السكر ده للأصب او اي سكر احب متى سكر الأصب بيتكون من الجلوكوز اللي هو سي ستة اتش اتناشر او ستة هنزود عليه برضو سكر الفاركتوز اللي بيكون لنفس الصيغة وبالتالي احنا هنضربهم في اتنين لان الفاركتوز لنفس الصيغة واحنا عمدنا القاعدة بتقول لك لما نيجي نربط اتنين سكر مع بعض بنحزف جزيء ماء يبا هنشيل جزيء ماء يبقى تعالك هنفك الاقواص ستة في اتنين باتنشر اتنشر في اتنين باربعة وعشرين ستة في اتنين برضو باتنشر وهنشيل اتش تو او يبقى كده الصيغة الجزائية بتاعت السكر السنائي اللي هو سكر القصب سي اتنشر اتش اربعة وعشرين ناقص اتنين تبقى اتنين وعشرين والاو اتناشر هنشيل منها واحدة هتبقى احداشر هتبقى دي الصيغة الجزائية بسكر القصب سي اتناشر اتش اتنين وعشرين او احداشر سعر رقم ستحتاشر بقول لك كم عدد الانيبات الدقيقة في خلايا نباتية في تلت خلايا نباتية اولا الانيبات الدقيقة دي بتدخل في تكوين السنتريول والسنتريول بيكونوا الاثنين مع بعض الجسم المركزي اللي هو السنتروسوم والخلايا النباتية مش بتحتوي على اي سنتروسوم وبالتالي الاجابة تبقى صفر سعر رقم عشرين بيقول لك يوضح الشكل نسيجا مسؤولا بشكل رئيسي عنه الشكل قدامنا ده موضح لك ان اتجاه الحركة فيها ان احنا شايفين الصفاحة الغربالية بداء اللحاء طب هنا يوضح الشكل نسيجا مسؤولا بشكل رئيسي اللحاء بيكون مسؤول عن ايه نقل الاملاح من الجزور لا ده المسؤول عنه الخشب نقل المغزيات من الاوراق فعلا نقل المغزيات من الاوراق نقل الماء من الى الاوراق لا ده برضو الخشب القيام بعملية البناء الضوي لا ده الاوراق فيبقى اللحاء ده احنا بنعرفه من شكل الانبيب الغربلية دي شكل الصفاحة الغربلية اللي بتكون موجودة ما بين الانبيب الغربلية وبرضو اتجاه حركة المغزيات فيه اتجاه لسهم الاعلى وسهم الاسفل وبالتالي ده اللحاء سورة كم 21 بيقولك اي من التالي يميز البلاستيدة الموجودة في هذه الصمرة الصمرة دي اللي هو التيني البرشومي عايز يقولك يعني اللي هي ايه دي صمرة ملونة فعايزين نعرف ايه اللي بيميز البلاستيدة الموجودة في الصمرة دي تخزين سكر معقد لا دي بتكون من وظيف البلاستيدة البيضاء عديمة اللون تحويل الطاقة من صورة التانية لا دي البلاستيدة الخضرة ما تنفعش اكساب النبات اللونه المميز فعلا البلاستيدة الملونة بتدي النبات اللونه المميز المميز بناء سكر بسيط اللي هي البلاستيدة الخضرة برضو ما تنفعش سورة عقب 22 بقولك إذا كان النسيق سين يتميز بأنه غير إراضي وغير مخطط والنسيق صاد غير إراضي مخطط فأين يمكن أن يتواجد النسيق سين وصاد على ترتيب؟ بيقولك سين ده نسيق غير إراضي وغير مخطط يبادي عضلات ملساء والنسيق صاد غير إراضي مخطط يبادي عضلات قلبية فحنا عايزين نشوفهم ويكونوا موجودين فين على الترتيب عضلات الإيد ما تنفعش لأن احنا عايزين عضلات ملساء جدار الأوعية الدموية تمشي والبطين الأيمن بيكون في القلب ففعلا دي الإجابة الصحيح حتى نشوف باية الاختيارات بطانة الأمعاء لا مش بطانة الأمعاء لأن الملساء بتكون موجودة في جدار وليس بطانة الأمعاء فدي ما تنفعش بطانة الأوعية برضو بطانة الأوعية ما تنفعش سؤال رقم 23 بيقول لك أي من التالي يعتبر المصدر المباشر للطاقة أثناء انقباض العضلات المصدر المباشر طالما قال لك مصدر مباشر هو الاتب على فكرة جلوكوز مصدر الطاقة والجليكوجين مصدر الطاقة ولكن هنا هو بيسألك على المصدر المباشر الاتب هو المصدر المباشر للطاقة سؤال رقم 24 بيقول لك ما مدى صحة العبارتين اختفى البروتوبلازم كليا من الأنابيب الغربالية لذلك هي غير قادرة على الانكسام أو نسخ الRNA تعال كده نحلل الإيجابة واحدة واحدة اختفى البروتوبلازم كليا دي عبارة غلط لأن اللي اختفى هو أنهه إبس والسيتوبالازم فاضل موجود في الأنابيب الغربالية فتبقى العبارة الأولى خطأ طيب الأنابيب الغربالية غير قادرة على الانكسام أو نسخ الRNA دي عبارة صحيحة لأنها مش بتحتوي على نواه فتبقى كده الأولى خطأ والثانية صح يبقى العبارة اللي معانا التانية صح والأولى خطأ الإجابة دال صارك الخاص عشان بيقولك أي العضيات التالية تتواجد بقصرة داخل الخلايا المسؤولة عن إفراز الهرمونات الاسترويدية إحنا واخديني أن الاسترويدات دي هي عبارة عن هرمونات دهنية طيب من العضيات اللي بتفرز الدهون هي الشبكة الاندبلازمية الملساء وبالتالي العضيات اللي بتتواجد بقصرة داخل الخلايا اللي بتفرز الهرمونات الاسترويدية يعني بتفرز دهون تبقى الشبكة الاندوبلازمية الملساء صارك ب 26 بيقولك المسؤول عن نقل الأحماض الأمينية في النباتات الخشبية السؤال ده يخضع عشان كلمت بس ايه النباتات الخشبية ولكن هو هنا بيقولك الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية دي منه العصارة الناضجة وبالتالي اللي بين الأحماض الأمنية هو اللحاء واللحاء بيحتوي مش بيحتوي على قصيبات ولا أوعية بيحتوي على خلايا مرافقة ولكن اللي بين المسؤول يعني الخلايا المرافقة بتشارك فعلا ولكن مش بشكل مباشر بتشارك بشكل غير مباشر المسؤول عن ناقل الأحماض الأمنية هي إلى نبيب الغربالية سورة كمساوية 20 بقولك تعتبر نقط وسيلة اتصال بين الغشاء النووي والغشاء البلازمي اللي هو الغشاء البلازمي للخلية اللي بيوصل ما بين الغشاء النووي والبلازمي ده سؤال صريح خالص هو الشبكة الإندوبلازمية سورة كمساوية 20 بقولك أي سنايات التائلية تقع في نفس مستوى التعضي يعني الاتنين في نفس المستوى التركيبي أو التعضي يعني مثلا جهاز وجهاز عضو وعضو خلية وخلية عضي وعضي فتعال نشوف كده بلاستيدا وميتوكوندريا تمشي فعلا البلاستيدا والميتوكوندريا اللي اتنين في نفس مستوى التعضي قلب وقالياف عضلية القلب ده عضو والقالياف ده خلايا فما تنفعش شريان وقراط دم حمراء الشريان ده عضو وقراط دم الحمراء ده خلايا فبرضو ما تنفعش جهاز هيكلي وقالياف عضلية لا ما ينفعش لأن الجهاز ده يعني جهاز اسمه جهاز إنما الألياف ده خلايا فبرضو ما ينفعش فتبقى الإجابة بلاستيدا وميتوكوندريا السؤال عقب 29 بيقولك فيما تتشابه الأنابيب الغربالية مع الخلايا البرانشيمية الأنابيب الغربالية هي اختفى منها البروتوبلازم بشكل جزئي يعني اللي اختفى منها النواة وفضل فيها السيتوبلازم والخلايا البرانشيمية هي خلايا حية فيها نواة وفيها سيتوبلازم تبقى الصفة المشتركة أكيد وجود السيتوبلازم اللي اتنين فيهم السيتوبلازم مش وجود النواة لأن النابيب الغربالية مفعش نواة نقل السكريات لأن الخلايا البرانشيمية مش بتنقل تصنيع مواد عضوية معقدة النابيب الغربالية مش بتصنع مواد عضوية سؤال ركب 30 بيقولك أي الرسمات البيانية التالية توضح العلاقة بين تركيز الصبغات وقوة تكبير المايكروسكوب الضوئي وجيب لك على المنحنة الأفكي تركيز الصبغات والمنحنة الرأسي قوة التكبير عايزين نفهم بس حتة المنحنة المنحنة الأفكي ده لما احنا بنزود فيه بنشوف النتيجة على المنحنة الرأسي يعني احنا مثلا لو هنزود تركيز الصبغات نشوف النتيجة على قوة التكبير هي تركيز الصبغات بيأثر عليه بيزود أو بيأثر على قوة التباين مش بيأثر على قوة التكبير قوة التكبير ده اللي بيتحكم فيها هي العدسة الشائقية والعدسة العينية وبالتالي كل ما نزود السبغات هي ممكن تزود قوة التباين وممكن تزود التباين والوضوح بتاع الصورة ولكن ما تأثرش على قوة التكبير فتبقى الإجابة المثالية والأفضل يعني هي ألف إن العلاقة تفضل سبتة زي ما هي صورة 31 بيقولك أي المنحنيات التالية توضح بشكل صحيح التغير في معدل النشاط الإنزيمي بفرض وجود كمية كبيرة من الإنزيمات وكمية سبتة ومحدودة من مادة التفاعل يعني مثلا لو إحنا معانا تعني نشوف كده هو قال لك بفرض وجود كمية كبيرة من الإنزيم وكمية سبتة ومحدودة من مادة التفاعل يعني إحنا معانا دلوقتي إنزيم كبير جدا كمية كبيرة من الإنزيم بس مادة التفاعل كمية صغيرة المنحنة هي بعمل إزاي؟ الإنزيم هيبدأ أنه يتصل بمادة التفاعل تمام؟ يبدأ يتصل بمادة التفاعل من خلال الموقع النشط لحد ما تبدأ مادة التفاعل دي ان هي تخلص وتنتهي ساعتها بيبدأ ان هو يتوقف نشاط الانزيم يعني كل ما الانزيم يتصل بمادة التفاعل لنشاط بتاعه بيزيد حتى 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 لحد ما يوصل لمرحلة معينة ان خلاص كده المواقع النشطة تشبعت ببعضها يبدأ ان يثبت نشاط الانزيم فتبقى الاجابة المثالية هي به بيبدأ نشاط الانزيم يزيد 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 لحد ما يوصل لنقطة معينة يثبت فيها عند مرحلة التشبع السؤال رقم 32 يقول لك أي الخلية التالية يصعب الاستدلال من خلالها على المبدأ الثالث من مبادئ النظرية الخلوية احنا عندنا النظرية الخلوية بتتكون من ثلاث مبادئ أو بتحتوى على ثلاث مبادئ اول مبدأ بيقول لك ان جميع الكائنات الحية بتتكون من خلية تاني مبدأ الوحدة الوظيفية للكائنات الحية هي الخلية المبدأ الثالث بيقول لك ان اي خلية نشأت كانت يعني بتنشأ من خلية كانت موجودة من قبلها يعني مثلا بيفصر لك عمية انقصام اللي دي خلية الخلية دي بيحصل لها انقصام وتبدأ تتحول إلى خليتين مين من الخلايا اللي قدامنا في الاختيارات دي مش بنستنتج أو يصعب الاستدلال من خلالها على المبدأ ده الخلية العضرية بتنقصم معادي الخلية العصبية والخلية النباتية ودي الخلية العمادية الخلية العصبية تبقى الإجابة لأن الخلية العصبية مش بتنقصم والتالي يصعب الاستدلال من خلالها على الانقصام على نظرية الانقصام فتبع الإجابة معنا الخلية العصبية برضو من ضمن الخلايا اللي يصعب الاستدلال من خلالها خلية الدم الحمرة كورية الدم الحمرة لأنها مش بتحتوي على نواة سؤال رقم 33 بيقول لك أكتر العناصر تواجد في جسم الإنسان من حيث العدد أكتر العناصر تواجد في جسم الإنسان من حيث العدد الكربون ولا الأكسجين ولا النيتروجين ولا الهايدروجين السؤال ده ممكن يكون يعني جاي لك كده استنتاجي مش حاجة موضة في منهجك جسم الإنسان بيتكون من الجزئات البيولوجية الكبيرة اللي أنت درسته في منهجك أن جسم الإنسان بيتكون من الجزئات البيولوجية الكبيرة طيب الجزئات البيولوجية الكبيرة دي زي إيه الكربوهيدرات زي البروتينات زي الليبيدات زي الأحماض نووي طيب تعال نشوف كده الصيغة العامة بتاعت الكربوهيدرات الصيغة العامة بتاعت الكربوهيدرات كده بتقولك أن الكربوهيدرات بتكون من CH2O يعني اول حاجة في الكربوهدرات كدا نستنتجها ان اكتر انصر موجود موجود هو الهايدروجين. طيب تعال نشوف كدا البروتونات مثلا البروتونات بتكاوم من احماض امينية والحمد الاميني بتكاوم من زر كربون بتكون مربوطة بزر هيدروجين بتكون مربوطة بمجموعة كربوكسيل يعني مربوطة بمجموعة امين مربوطة بمجموعة القيل من غير ما نشوف مجموعة القيل احنا مش علينا تركيبها احنا كده كده اكتر عنصر وموجود قدامنا هو الهيدروجين واحد اتنين تلاتة اربعة حتى برضو مجموعة القيل بيكون فيها هيدروجين كتير وطبعا بتختلف من مجموعة التانية طيب برضو من الجزئات البيولوجية الكبيرة الاحماد النووية الاحماد النووية اللي هو DNA والRNA نيوكريتي دي تديني بتتكوى من سكر دي اكسرايبوز برضو بيحتوي على هيدروجين اكتر والنيوكريتي دي تديني الRNA برضو بتحتوي على سكر بيحتوي على نيتروجين اكتر حاجة فيه وبالتالي اللي جابه الانسب هو الهيدروجين السؤال ده استنتاجي السؤال رقم 34 بيقولك اي العضيات التالية تتواجد بكسرة في النسيج الضم الوعاي الريبوسومات ميتوكندريا الريبوسومات اكسام جولج نسيج الضم الوعاي اللي هو الدم واللمف والدم واللمف الاتنين بيحتوى على قراءات الدم البيضة وقراءات الدم البيضة بتستغل او بتستخدم الليسيسومات في الهجوم على الميكروبات اللي بتاخذوا اجسام الكائنات الحية والتالي اكتر العضيات اللي بتتواجد في نسيج الضم الوعاي هي الليسيسومات السؤال رقم 35 بيقولك يظهر النسيج الذي يكون بطانة اونيبات الكلية اكثر سمكا النسيج اللي بيبطن اونيبات الكلية بيكون اكثر سمكا من نقط مع ان كل منهما يتكون النسيج يحتوي على طبقة واحدة من الخلايا الطلائية عايز اقولك ان النسيج اللي بيبطن النبات الكلية بيكون اكثر سمكا من اي نسيج من الموجود دول بالرغم انهم كلهم بيحتووا على طبقة واحدة يعني الاتنين بيكونوا انسيجة بسيطة النسيج اللي بيبطن النبات الكلية هو النسيج المكعبي الخلايا بتاخد شكل المكعب طيب مين من الاختيارات ينفع او ينطبك عليه الكلام ده الطبقة العليا للجلد لا ده اصلا نسيج مركب واحنا عايزين نسيج بسيط لانه بتكون من طواه واحدة بطانة الامعاء الامعاء بتكون من عمادي والخلايا العمادية بتكون السمك بتاعها اكتر من الخلايا المكعبة بطانة الحوايسرات الهوائية دي فعلا النسيج اللي بيكون فيها بيكون حرشوفي والسمك بيكون اقل فعلا من المكعبة فالتبه دي الاجابة الصحيحة بطانة المعدة برضو بطانة المعدة زي الامعاء بتتكون من نسيج عمادي السؤال رقم 36 بيقول لك كم عدد جزيئات الجلوكوز والفاركتوز والجلوكتوز على الترتيب الناتجة عند تحلل 10 جزيئ جلوكوز و 5 جزيئ مكتوز و 10 جزيئ مكتوز احنا معنا 10 ساكروز تعالوا نشوف كده الاول هو احنا عندنا الساكروز الساكروز ده بتكون من الجلوكوز والفاركتوز طيب لما يبقى معنا 10 ساكروز يبقى معنا 10 جلوكوز و 10 فاركتوز طيب تاني حاجة معنا 5 جزيئ ملتوز احنا معنا الملتوز احنا معنا الملتوز بيتكون من الجلوكوز والجلوكوز يعني الملتوز يبقى معنا 5 جلوكوز و 5 جلوكوز طيب معنا 10 جزيئ لكتوز اللكتوز اللي هو سكر اللبن اللكتوز بيتكون من جلوكوز و جلوكوز يعني لما يبقى معنا 10 جلوكوز يبقى معنا 10 جلوكوز و 10 جلوكوز تعالى بعدك نشوف احنا معنا كم على الترتيب معنا 10 جلوكوز و 5 جلوكوز يبقى كمان 10 يبقى كده 20 و 10 جلوكوز يبقى احنا معنا 30 جلوكوز طيب تاني حاجة بيقولك الفاركتوز معنا كم فاركتوز الفاركتوز معنا 10 فاركتوز يبقى 30 جلوكوز و 10 فاركتوز و 10 جالكتوز يبقى 30 10 10 يبقى الإجابة 30 10 10 سؤال رقم 37 بولك نسيج مسؤول عن حركة طعام داخل الأمعاء النسيج اللي بيكون مسؤول عن حركة الطعام اللي بيحرك الطعام هو العضلات وليس البطانة العضلات هي اللي بتحرك الطعام وبالتالي العضلات اللي بتكون موجودة في الأمعاء بتكون عضلات ملساء ومش النسيج العمادي لأن النسيج العمادي هو اللي بيكون بيبطن الأمعاء سؤال رقم 38 بيقولك أي نسيجة التالية يحتوي على بروتين الهيموجلوبين بيحتوي على بروتين الهيموجلوبين الهيموجلوبين ده بروتين بيكون موجود في قرات الدم الحمرة وبالتالي اللي بيحتوي على بروتين الهيموجلوبين هي قرات الدم الحمرة يعني معنى كده الدم والدم بيكون نسيج دم وعائي سؤال رقم 39 بيقولك في أي العضيات التالية يتم تحويل الكربون الغير عدوي الى القربون عدوي لغير عدوي سن Schl في عملية البناء العدوي بيتم تحويلها داخل البلاستيدا الخضرة طيب لو عكس لك السؤال وقال لك في أي العضايات بيتم تحويل الكربون العدوي إلى غير عدوي ده بيكون الميتوكوندريا بناخد نقصر بتعمل عملية اسمها عملية التنفس الخلوي دي بتكون عملية هادمة بتقصر الجولوكوز وتطلع سانيكسيد الكربون سراجة ماربعين بيقول لك تتمثل وظيفة تركيب المشار في تنصيق انقباض الخلايا العضلية من أجل وبيشولك هنا على الأقراس البينية الأقراس البينية بتكون موجودة في عضلات القلب علشان تنصك وظيفة تقلب عشان القلب يعمل كوحدة وظيفية واحدة وبالتالي بيساعد أو بيحافظ على انتظام ضربات القلب تبقى الإجابة ألف تغيير كترة لو عادة معي غلط دفع الطعام المبلوغ على طول الجهاز الهضمي برضو غلط تحريك الزراع برضو غلط سرقة موحدة ربعين بيقول لك سمات البنية تعبر علاقة بين قوة التكبير وعدد الخلايا الظاهرة تحت كل ما تكبر كل ما عدد الخلايا بتقل يبقى كل ما تكبر كل ما عدد الخلايا تقل بدي علاقة عكسية سرقة بـ 42 أي العضلات التالية هو المسؤول عن دعم الخلية الحيوانية ويعطاها الكوام الجدار الخلوي مش بيكون موجود في الخلية الحيوانية الغشاء البلازمي مش بيدعم لأنه أصلا بيشبه طبقة الزيت يعني شبه سائل وبالتالي مش بيدعم أنابيب السيتوبلازمي اللي هو فعلا نبيب وخيوط السيتوبلازمي بتكويل حاجة اسمها هيكل الخلية هيكل الخلية هو فعلا اللي بيدعم الخلية الحيوانية الشبكة الانتوبلازمية لا الشبكة الانتوبلازمية مش بتدعم سورك بتاعة ربين بيقولك تتكيفي النباتات التي تعيش في بيئة بها نضرة من الماء اللي هي نباتات الصحراوية بأن السطح العلوي للبشرة لبشرة هذه النباتات تغطى بمادة تتكون من اللي هو هنا أصده على الشموع الشموع بها بتتكون من إيه؟ الشموع دي بتتكون من أحضان دهنية ذات أوزان جزائية عالية مع كحولة أحادي الهيدروكسيل يعني مش جلسرول فتبقى الجلسرول غلط ؟ أحمد دهنية طبعا أحمد دهنية اللي بتدخل في تكوين الشموع بتكون أحمد دهنية مشبعة لأن الشموع بتكون صلبة وبالتالي بيقولك غير مشبعة برضو غلط هي أحمد دهنية كبيرة الحجم واكحوله لحادي الهيدروكسيل ساركم 44 بتقول لك اقصด حجز لك الاعضا근 هكذا لديها دور في توفير الطاقة التي يحتاج جسم في في اوقات الراحة. اللي بيفر الطاقة او اللي بيجيب الطاقة للخلية عمتا هو الويهو كنتر Dell 보세요 الطاقة من الجولوكوز؟ طيب هو دلوقتي لو مفيش جولوكوز بتبدأ ان انت تجيب الطاقة من الجلايكوز دة بتجيبو من totally get him manually المالسائي. يعني في سؤال زي كده. لو ما لقيتش الميتوكندريا اللي بيجيب الجلوكوز للميتوكندريا لو ما كانش فيه جلوكوز هي الشبكة الاندوبلازمية المالسائي. لان الشبكة الاندوبلازمية المالسائي بتعمل على تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين. سورة رقم 45 بقول لك ما تركيب الكيميائي للمادة التي تستقبل الهرمونات والانزيمات في الخلية. اللي بتعمل كمستقبلات للهرمونات والانزيمات هي البروتينات المطمورة. البروتينات المطمورة بتعمل كمستقبلات للهرمونات والانزيمات وغيرها. فتبع البروتينات. 46 بقول لك عدد زرات الكربون في المونيمر الناتج من تحلل التركيب اكس. وهنا جاب لك التركيب اكس وبيشاول لك على الجدار الخلوي. الجدار الخلوي بتكون من الياف السيلولوز. والمونيمر اللي بدخل في تكوين السيلولوز هو الجلوكوز. فهنا بيقولك كم عدد زرات الكربون? كم عدد زرات الكربون في المونمار اللي هو الجلوكوز? الجلوكوز قلنا انه يition nem O6. وبالتالي عدد زرات الكربون هي 6. فتبقى искابة 6. 47 بيقولك اي العضيات التالية اقل تأثرا بالمذهبات غير القطبية في خلايا النبات الملوخية. تمام? هنا بيقولك اقل العضيات تأثرا بالمذهبات غير القطبية. يعني عايز عضي مش بيحتوي على غشاء واسنا عندنا العضيات الغير غشية. الريبوسومات والجسم المركزي والجسم المركزي مش بيكون موجود فيه النباتات فتبقى الإجابة الريبوسومات صورة رقب تحويني واربعين بيقولك من أول من تمكن من رؤية هذا النوع من الخلايا تحت الميكروسكوب ويجيب لك صورة دم اللي قدر أنه يفحص الدم تحت خلايا الميكروسكوب كان العالم فان ليفن هوك بقوة تكبير تصل إلى ميتين صورة رقب تحويني واربعين بيقولك يوصي على طباء السيدات متعسر الرضاع بتناول أغذية غنية بعنصر متعسر الرضاع يعني معنى كده أنه فيه نقص في بروتين اللبن بروتين اللبن اللي هو الكازين بيتكاوم من كربون وهي حيدروجين وأكسجين ونيتروجين وفوسفور اليود ما ينفعش الفوسفور فعلا الحديد والمغنيسوم مش معانا فتبقى الإجابة الفوسفور صورة رقم 50 بيقولك المسأل الشكل موضح عينة دم تحت المجهر قبل فصل مكوناتها وعينة بعد الفصل من المطاقة إيجاد الألبيومين والهيموجلوبين في الطبقتين على الترتيب الألبيومين ده بيكون بروتين بسيط موجود في بلازمة الدم والهيموجلوبين ده بيكون بروتين مركب موجود في كرات الدم الحمرة فإحنا عايزين نشوفهم بيكونوا موجودين فيهن على الترتيب اللي جيب لك باللون اللاصفر ده البلازمة يعني معنى كده أول حاجة اللي فوق دي البلازمة فيبقى الألبيومين بيكون موجود في واحد طيب اللي هم مجلوين كرات الدم الحمرة اللي بيكون باللون الأحمر التحت إبه الترتيب كده واحد وأربعة واحد وأربعة صورة كمحابة وخمسين بيقولك يمثل التمثيل البياني التي أربع وجبات مختلفة وكميات أربع من عناصرها الرئيسية أي الوجبات الهاتية قد تكون أكثر ملائمة للاعب رياضي يريد زيادة الطاقة وبناء العضلات لعب رياضي عايز يزود الطاقة إبهنا كده عايزين كربوهيدرات وعايزين نبني عضلات يبهنا كده عايزين بروتين يبهنا كده عايزين كربوهيدرات عالية وبروتين عالي وهنا قالك الكربوهيدرات باللون اللغدر في الوجبة الأولى فيها كربوهيدرات كتيرة والوجبة الثلاثة برضو فيها كربوهيدرات كتيرة وبعد كده الدهون احنا عايزين نقال للدهون خالص الدهون باللون اللزرع والبروتينيات باللون الأصفر والكالسيوم باللون الأحمر الكالسيوم بيكون مفيد في حالة العظام فمش محتاجين دلقة احنا عايزين طاقة وعايزين عضلات فانسب واجبة معنا عندنا الوجبة الاولى بيكون فيها كاربوهيدرات عالية وبيكون فيها بروتينات برضو عالية والدهون قليلة والكالسيوم قليلة فالوجبة الاولى دي تنفع واجبة كويسة طيب الوجبة التانية الوجبة التانية ما فهاش كاربوهيدرات يعني احنا كده عايزين طاقة ولكن فيها بروتينات عالية برضو ما تنفعش لان ما فيش كاربوهيدرات طب الوجبة الثالثة فيها كربوهيدرات بس ما فيهاش بروتنات الوجبة الرابعة فيها كربوهيدرات وبرتنات بنسبة قليلة جدا فبرضو دي ما تنفعش فتبقى المناسبة معنا هي الوجبة الاولى الصور رقم 52 بولاك كم عدد الوحدات البنائية وسكر معقد لازم لهضمه في الفم في الفم فقط الى 20 جزيء ماء احنا لما نجي نهضم السكر معقد في الفم يعني معنا كده السكر معقد اللي هو النشا بنهضمه في الفم الى ملتوز طيب في السؤال ده بيقولك كم عدد الوحدات البنائية يعني كده بيسأل عن الجلوكوز مش بيسأل عن الملتوز لسكر معقد علشان اهضمه في الفم انا اخذت 20 جزيء ماء واحنا قلنا ان عدد جزيء الماء بيسوي عدد الروابط يعني معنى كده ان انا في الفم قصرت 20 ربطة وطالما انا قصرت 20 ربطة في الفم يبانى كده كونت 21 ملتوز واحد يبانى كده معي 21 من الملتوز الواحد وعشرين من الملتوز دول لما اجي اكسرهم بعد كده هيدوني 42 جلوكوز فتبقى الاجابة 42 يبقى كده السكر ده بيحتوى على 42 من الجلوكوز السؤال رقم 53 بقولك يمكن للشاعر الضوي ان يخترق جميع اجزاء العينة بنفس القوة لذلك يؤدي تغيير مستوى الاضاء الى زيادة التباين بين اجزاء العينة عند فحصها تاني نقرا كده السؤال بقولك يمكن للشاعر الضوي ان يخترق جميع اجزاء العينة بنفس القوة لا مش مش بيخترق جميع اجزاء العينة لان مثلا فيه بيبقى فيه جزء رفاية ومسلا فيه جزء سميك وبالتالي بيختلف فتبقى العبارة الاولى خطأ لذلك يؤدي تغيير مستوى الاضاءة الى زيادة التباين بين اجزاء العينة فعلا تغيير مستوى الاضاء بيؤدي الى زيادة التباين فتبقى العبارة التانية صحة يبقى التانية صحة الاولى خطأ. صار رقم اربعة وخمسين بيقولك الانسولين هو هيرمون بروتيني يتم افرازه بوسطة البنكرياس. اي العضيات التالية يكسر تواجدها في خلايا البنكرياس لافراز الانسولين. اه الانسولين هو بروتين. يبقى احنا كده عايزين العضيات اللي لها علاقة بافراز البروتين. الشبكة الاندوبلزمية الملساء? لا الشبكة الاندوبلزمية الملساء بتفرز دهون. فجوات ما لاش علاقة مع ميتوكندريا. نويات واكسام جولجي. نويات واكسام جولجي فعلا. النويات لا علاقة البروتين واكسام جولجي لا علاقة بالافراز. الريبوسومات حرة وسنتروسوم. السنتروسوم مالوش علاقة والريبوسومات الحرة بتفرز البروتينات ولكن اه اللي بتكون موجودة في الخلية مالهاش علاقة بالافراز. فتبقى الاجابة الصحيحة عن نويات واكسام جولجي. صار رقم خمسة وخمسين بيقولك الاصباغ تجعل العين اقصر تباين ووضوحا. فعلا جملة صحيحة لذلك تفيد في فحص تقاصر فطر الخميرة. هي الزباغ بتفيد فعلا وبتزود التباين ولكن هي سلاح زو حدين. لانها بتنفعنا في حالات وبتدر في حالات. يعني مثلا لو كانت العينة كان حي الاسباغ بتموتها. والتالي فطر الخميرة ده كان حي. يبقى الاسباغ هاتموتها. يبقى مش مش بتفيد في فحص التقاصر فطر الخميرة لانها هاتموتها اصلا فتبقى العبارة الاولى صح والتانية خطأ. صار رقم ستة وخمسين بيقولك الميكروسكوب الانسب في رؤية غشاء الخلية العصبية. آآ غشاء الخلية مش بنقدر نشوفه بال بالميكروسكوب الضوي. وبالتالي كده احنا عايزين نشوفه بالميكروسكوب الالكتروني. وطالما ده غشاء يعني حاجة خارجية احنا عايزين نمسحها من الخارج فده يبقى الالكتروني ماسح. يبقى الاجابة آآ او الميكروسكوب الأنسب هو الميكروسكوب الإلكتروني الماسح. سبعة وخمسين بقول لك الخلية النباتية لا تحتوي على سنتروسوم. دي عبارة صحيحة فعلا مش بتحتوي على سنتروسوم. لذلك لا تنقسم لا دي عبارة غلط لان احنا عندنا الخلية النباتية فعلا مش بتحتوي على سنتروسوم ولكن اللي بيقوم بوظيفة السنتروسوم هو منطقة معينة موجودة في السيتوبلازم. فتبقى الاولى صح والتانية خطأ. سوى الرقم تمانية وخمسين بقول لك ما الهدف البيولوجي من ارتباط لبت معقد في الغشاء البلازمة بلبت اخر مشتق. اللبت المعقد اللي هو الفسفلبيدات اه ارتباطها بلبت اخر مشتق اللي هو الكوليسترول. ايه الهدف من ارتباط الفسفلبيدات بالكوليسترول? اه الكوليسترول وظيفة ان هو بيمسك اه الفسفلبيدات مع بعضها. بيساعد على تمسك الغشاء لكي يتمسك الغشاء لكي يتمكن من استقبال الهرمونات لا استقبال الهرمونات دي بروتينات لكي يتمكن من نقل اه الماء والاملاح برضو ملاش علاقة اه لكي يمنع مرور المواد الكبيرة الحجم برضو ملاش علاقة الوظيفة ناسية لكي يتمسك الغشائق. سورة كاب 59 بيقولك ايه الباداية التالية تصف الوحدة البنائية للمادة الذي تخزن في الليكوبلاست. اللي هي البلاستيدة عديمة اللون او البلاستيدة البيضة. الوحدة البنائية اللي بتخزن فيها اه هو المادة اللي بتخزن فيها النشا طيب الوحدة البنائية للنشاه هو الجلوكوز فمين بقى من الاختراض دول بيصف الجلوكوز تعطي لون ازرق عند اضافة محلول اليود لا الجلوكوز مش بيدينا ازرق عند اضافة اليود مش بيتم الكشف عنه اصلا بوسطة اليود تركبها الزري من اربع ناصر برضو اه اجابة خطيئة تعطي لون ازرق عند اضافة كاشف بندكت اليها لا هو اصلا كاشف بندكت لونه ازرق وبعد كده بيدينا لون اه برتقالي وبالتالي تعطي لون برتقالي فدي ما تنفعش. تزوب في الماء فعلا تزوب في الماء. الجولوكوس بيزوب في الماء. الصورة ركب ستين بيقولك الميكروسكوب المستخدم في الحصول على الصورة صاد بالنسبة للمستخدم في الحصول على الصورة سين. الصورة صاد دي تم اغزها بمايكروسكوب الالكتروني ماسح لان شكل الصورة لان شكل الصورة قدامنا سلاسي الابعاد وده شكل كائن دقيق جدا ما نقدرش نشوف الصورة دي غير بالمايكروسكوب الالكتروني الماسح انما سين احنا شايفين اكتر من خلية وبالتالي اللي قدامنا ده نسيج واللي هيقدر يجيب لنا النسيج هو الميكروسكوب الضوي فاحنا عايزين يشوف الالكتروني مقارنة بالضوي اكبر في الطول الموجي لا الضوي هو اللي بيكون اكبر اقل في الطول الموجي فعلا الالكتروني بيكون اقل في الطول الموجي تعال نشوف كده بيضا الاخترارات اقل في التباين لا الالكتروني بيكون اعلى مش اقل اقل في السرعة لا الاسرع هو الالكترونيات اسرع من الضوء وبالتالي الاجابة الصحيحة ان الميكروسكوب الالكتروني اقل في الطول الموجي من الميكروسكوب الضوي سواء رقم 1160 بيقولك الشكل المقابل يوضح هضم البروتين بفعل انزيم البيبسين ايه العبارات التالية صحيحة احنا معنا نقطتين نقطة الف والنقطة بيه تمام احنا هضم البروتين في المعدة او في الامعاء اللي بيحصل ان البروتين تركيزه بيكون مية في المية مع الزمن بيبدأ تركيز البروتين يقل طيب وقصات تركيز البروتين اللي بيزيد هي سلاسل عديد اللي هي النواتج بتبدأ ان سلاسل عديد البتيد بتبدأ ان هي تزيد فاحنا تعاليك نشوف الاختيارات تركيز سلاسل عديد البتيد عند النقطة الف اقل من عند النقطة بيه فعلا تركيز سلاسل البتيد عند النقطة الف بيكون اقل من عند النقطة بيه لانه هو بيجي عند الف كده وبيطلع وبيزيد وبالتالي دي الإجابة الصحيحة طب تعالى نشوف بقية الإجابات تركيز سلاسل العديد اللي بيبتيد عند النقطة ألف أكبر منه عند النقطة B دي عكس الإجابة أصلا جين بيقولك تركيز البروتين عند النقطة ألف أقل من عند B لا دا عند إلف بيكون أعلى بيبدأ ان هو عند Bイ دا بالنسبة لتركيز البروتين تركيز البروتين عند النقطة ألف يساوي به لأ مش بيساوي بعضه الصورة عكبتين وستين بيقولك قطعة DNA بها عشر ازواج من النيوكلتيدات. فكم يكون عدد زرات الاكسوجين في جزيات سكر هذه القطعة. اه الدي اني في عشر ازواج من النيوكلتيدات يعني في عشرين ده. عايز عدد زرات الاكسوجين. اه في سكر هذه القطعة. الصغيرة الجزائية للسكر بتبقى سي خمسة اتش عشرة او اربعة. لان ده سكر منقص الاكسوجين. وحنا معنا عشرين نيوكلتيدة. فتبقى عشرين فاربعة بتساوي تمانين. صور رقم تاتة وستين بيقولك باي زرات كربون ترتبط مجموعة الفوسفات في السكر الخماسي للنيوكلتيدة الحرة. مجموعة الفوسفات بترتبط بزرات الكربون رقم خمسة. لان احنا عندنا شكل للنيوكلتيدة ده سكر خماسي الكربون. بيتم ترتيب في الكربون ادي واحد اتنين تلاتة اربعة ودي زرات الكربون رقم خمسة بيرتبط فيها مجموعة الفوسفات. انما القعدة نيتولهنية بترتبط بزرات الكربون رقم واحد. اربعة وستين بيقولك كم عدد مجموعة الفوسفات الحرة في قطع دي اني بها عشر ازواج من النيوكلتيدات. برضو السؤال ده احنا لسه حلين سؤال زيه دلوقتي بيقولك كم عدد مجموعة الفوسفات الحرة. مجموعة الفوسفات الحرة طالما قال لك دي اني تبقى مجموعتين. الهيدروكسيل برضو مجموعتين. انما لو قال لك ار اني تبقى مجموعة واحدة. صورة 65 بيقولك ازا علمت ان عدد الروابط التساهمية لا تتربط بين النيوكلتيدات وبعضها في السلسلة عديد النيوكلتيد بتساوي سين. عدد الروابط بيساوي سين. فكم عدد النيوكلتيدات? احنا قلنا عندنا قاعدة بتقولي ان عدد الرواد بيسوي عدد ضلمية بيسوي عدد المونيمرات زائد واحد فتبقى الإجابة سين زائد واحد السورة رقم 6.2 بيقولك الأحماض النووية تتشابه في تركبها الأحماض النووية بتتكوى من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوسفور بتتشابه في تركبها مع مين؟ مع الفوسفل بدات صح الفوسفل بدات بتتكوى من الخمس عناصر والألبيومين لا ده بروتين بسيط ما فيهوش فوسفور الكازين فعلا بصح تبقى الإجابة ألف وجيم سورة رقم 6.2 بيقولك أي مما يأتي لا ينتج عن تحلل جين مع الجين يعني قطعة من الدين اي طيب لهو نعمل تحلل لجزء أو منطقة معينة من الدين اي مين من دول مش بيانتج؟ سكر يحتوي على عشر زرات هيدروجين؟ لا سكر الدي اي فعلا بيحتوي على عشر هيدروجين قادة السيمين والجونين بتكون موجودة في الدي اي مجموعة فوسفات سليبة الشحنة بتكون موجودة سكر يحتوي على خمس زرات اكسجين؟ لا السكر اللي بيكون موجود في الدي اي بيحتوي على اربعة فقط فتبقى دي الإجابة اللي بتكون مش موجودة عند تحلل الجين سورة رقم 8.2 بيقولك أي الأعضاء التالية هي الأعلى تركيز لأيون الهيدروجين الموجب احنا عندنا تركيز ايون الهيدروجين الموجب بيكون اعلى في الوسط الحمدي احنا مثلا عندنا الPH يتقاس من 0 الى 14 المتوسط بيكون 7 اقل من 7 بيكون حمدي واعلى من 7 بيكون قعدي ده قياس الPH لكن ايون الهيدروجين الموجب بيكون اقتر في الوسط الحمدي وبيكون أقل في الوسط القاعدة وبالتالي أعلى تركيز لأن الهيدروجين بيكون موجود في المعدة لأن البيئتش اللي فيها بيكون من 1.5 إلى 2.5 صور رقم 69 بيقولك أي من الآتي لا يمكن أن يتواجد في جزء الـ RNA مين من الاختراض مش ممكن أن هو يكون موجود في الـ RNA الصيمين فعلا الصيمين بيكون موجود في الـ DNA ليراصيل موجود في الـ RNA سكر الريبوز موجود في الـ RNA الفوسفات موجود في الـ RNA صور رقم 70 بيقولك مصطلح الكروموسوم مشتق من الكلمة اليونانية كرومة واللي بيكون معناها لون والكلمة اليونانية سومة واللي بيكون معناها جسم لذلك تسمى الكروموسومات بهذا الاسم لأنها تترك بقايا ملونة طبيعية على شريحة المجهر لا هي تسمت بالاسم ده لأنها بتظهر مصبوغة بوضوح تحت الميكروسكوب عند تلوينها ببعض الصبغات فده الإجابة ده سؤال صريح صور رقم 70 بيقولك كم عدد مجموعات الفوسفات التي توجد في 60 جزيء من الفوسفربيدات إحنا شرحنا تركيب الفوسفربيدات في أول الامتحان خالص يبقى كده مجموعات الفوسفات التي تكون موجودة في الفوسفربيدات بتسويها يعني مثلا لو هنا 60 يبدول 60 تبقى الإجابة 60 برضو مجموعات الفوسفات بتسوي مجموعات الكولين صور رقم 72 بيقولك ماذا يحدث إذا احتوى الغشاء النووي الخلية على عدد أقل من المسام إلا يحصل لو كان الغشاء النووي ده بيحتوى على عدد أليل من المسام اللي هي الصقوب يعني اللي موجودة في الغشاء أول حاجة لن يحدث مشكلة في تخليق الهرمون والبروتين طبعا إجابة غرط لأن أصلا الأر إني بيخرج من خلال المسام دي وبالتالي يحصل مشكلة لأن عدد المسام قل لن تنقل أي بروتنات من السيتوبلازم إلى النواة هو بيقولك هنا حصل عدد أليل ما قالش إن المسام كلها تسدت وبالتالي هينتقل ولكن بكمية أليلة لأن يتأثر معدل النشاطات الحيوية للخلية بكلت عدد المسام لها هيتأثر قد يتأثر أو يقيد انتشار الجزائيات والعيونات الصغيرة إلى داخل النواة أو إلى خارجها فعلا دي الإجابة الصحيحة ودي أنسب إجابة فيهم لأنه هنا ما قالك شي إن المسام تتأفل كلها وحصل انسدات في عدد يعني العدد بتاع النسام أقل وبالتالي قد يتأثر أو يقيد انتشار الجزائيات والعيونات الصغيرة إلى داخل النواة أو إلى خارجها صور translate 73 أولا ما الفرق بين النسيج والعدو النسيج هو الوحدة الأساسية للحياة في حين أن العدو مجموعة من الخلايا التي تعمل بمثابة وحدة واحدة لا دي عبارة خطئة العدو هو جزء من جهاز في حين أن النسيج جزء من خلايا العدو فعلا جزء من جهاز ولكن النسيج مش جزء من الخلايا الخلايا هي الجزء من النسيج العدو عبارة عن مجموعة من الأنسجة دي عبارة صحيحة في حين أن النسيج مجموعة من الخلايا التي تؤدي وظائف معينة دي العبارة الصحيحة اللي فيهم تعاني شو برضو ده بيقولك يتكون النسيج من خلية واحدة ويتكون العضو من أكثر من خلية دي عبارة خطيئة لأن النسيج بتكون أكثر من خلية والعضو بتكون مجموعة من الأنسيج صاركة مربعة سامية بيقولك من الجزيئات البيولوجي الكبيرة المسؤولة عن إظهار الشارب في الشباب في سن المراحقة يعني هنا بيكلمك عن الهرمونات الجنسية والهرمونات الجنسية كنا واخدينها في الأسترويدات فتبع الجزائيات البروجيال الكبيرة مسؤولة عن إظهار الصفات الجنسية هي الاستيرويدات أي إظهار أي صفات جنسية عامة بيكون مسؤولة عنها الهرمونات الجنسية زي الاستيرويدات السوركة محمد السبعين بيقولك البروتينات هي مصدر مؤجل للطاقة فعلا البروتينات بتكون مصدر للطاقة ولكن مؤجل في الآخر خالص لذلك أثناء المجاعات الشديدة يلجأ الجسم لاستهلاك البروتينات بعد نفس الدهون العبارة الثانية أصلا بتفسر العبارة الأولى وبالتالي الاثنين صحة تبع العبارتين صحة سوركة بسبعين بيقولك تتكون الشموع من تفاعل ما بين جزئ كحول والشموع بتكون صلبة وبالتالي بتتفاعل مع كحول واحد الهيدروكسيل مع أحماض دهنية مشبعة مش مع جليسرول حمضة دهني له وزن جزئي عالي فعلا بتكون عبارة صحيحة جزئين من الأحماض الدهنية لا غلط ثلاث جزئيات غلط الكحول اللي بيدخل في تكوين الشموع هو أوحادي الهيدروكسيل وبالتالي طالما فيه أوحادي الهيدروكسيل يعني مجموعة الهيدروكسيل واحدة وبالتالي بيكون فيه حمضة دهني واحد وحمضة دهني بيكون وزن الجزئي عالي سوركة بسبعين بيقولك كام عدد جزئيات الماء نتيجة عن تكوين 15 جزئي سكر اللبن السؤال ده بيخضع شوية لأن السكر اللبن سكر سناي لما اجا كون 15 سكر سناي أنا كده بنزع 15 جزئي ماء لو كان سكر معقد لو أنا بكون سكر معقد في الحالة دي أنا بكون سكر سناي والسكر السناي كل ما اجا كون سكر سناي واحد بنزع جزئي ماء وبالتالي عدد جزئيات الماء بيسوى عدد جزئيات السكر السناي 78 بيقولك يتكون القلب مجموعة من الأنسجة التي تعمل معا بطريقة متناسقة لتؤدي وظائف معينة اي الأنسجة التالية توجد فيه القلب ده سؤال صريح موجود في القلب القلب بيحتوى تلات أنسجة الأنسجة العضلية والعصبية والأنسجة التضمة صور كام 79 بيقولك المستوى التركيبي الأعلى من الميتوكندريا الميتوكندريا ده عبارة عن عضي EL ممكن مثلا يقولك المستوى التركيبي أو المستوى التعاضي الأعلى من الميتوكندريا طالما الميتوكندريا أغضي بحنا كده عايزين خلية او نسيج او عضو اي حاجة بتكون أكبر من العضي قادر أتشوف assign follow逆 الجلوكوز ده الجلوكوز ده جزيء ده بيكون اقل النجا برضو جزيء اقل الالبيومين ده برضو جزيء اقل خليط دم بيضاء تبقى لجابة الصحيحة خليط دم بيضاء الصورة كابت عمين بقول لك اذا كان لديك بروتين يتكاوم من خمسين حمد اميني ويحتاجه على خمسة وعشرين مجموعة ارقايل متشابهة فكم عدد انواع الاحماد الامنية في هذا البروتين يعني حمد اميني يكونوا بروتين معين 25 منهم لهم نفس مجموعة الاشترائيل يعني ده كل 25 دول هن اعتبرهم نوع واحد وبالتالي احنا باب يقول لك كم عدد انواع الاحماد الامنية احنا عندنا الخمسة وعشرين دول نوع واحد يبقى كده فضل كم من الخمسين خمسة وعشرين يبقى خمسة وعشرين واحد يبقى الاجابة ستة وعشرين نوع موجودين في البروتين ده صار كما حيث تابينين بقول لك اي من الاتي كد يساعد عن تتبعه على استدلال الموجود من النوائج الـ ال MH نجم بالقتل من النوائج الـ فهي تنزل Deux موجود في الاثنين فسفات موجود في الاثنين الديوكسر يبوز موجود في الدي ايه مش موجود في الار ايه صورة من اتنين قطع دي ايه بها عشر ازواج من النيوكلتي فكما يكون عدد زرات الاوكسوجين في جزئية سكر هزيه القطع عشر ازواج السؤال ده لسه حلين سؤال زيه بالزبط احنا معنا عشر ازواج يعني كده عشرين النيوكلتي ده وصيغ الجزئية للسكر بتاعة دي ايه سي خمسة اتش عشرة و 4 يبقى هنضرب 4 في 20 ب 80 ده سؤال تقرر الصور رقم 83 و 80 بقولك متى فسيرك لاختلاف keysRNA المكون لبروتين الالبيوين عن999 المكون لبروتين الهموكلوبين اختلاف Ryan من Ryan اختلاف دينا يكون بسبب اختلاف الكواعد النيتروجينية 36 اختلاف نوع الكواعد المكونة للرايبو نيوكروتيادة. اه مش اختلاف نوع السكر. الاتنين بيحتاج على نفس نوع السكر. لا اختلاف عدد الروابط. ولا اختلاف عدد مجمعات الفوزفات الطرافية. الاختلاد بيكون في نوع القواعد النيتروجينية. اه الصور أربعة وتو مينين بقولك في تجربة ما تم الكاشف عن الزلال البيض باستخدام كاشف البيوريت. فتحول لون الكاشف الى لون بنفسيجي. يعني كاشف البيوريت حطناه على زلال البيض فتحول الى اللون البنفسي. اه لان طبعا كاشف البيوريت بيكشف عن البروتين وزلال البيض عبارة عن بروتين. ثم تم اضافة انزيم البيبسين الى زلال البيض. ومحلول منظم يجعل وسط اه ويجعل وسط البي اتش بيساو اتنين ودرجة الحرارة سبعة وتتاتين يعني كده البيئة مناسبة لعمل انزيم البيبسين. وبالتالي في الحالة دي انزيم البيبسين هيحول زلال البيض الى سلاسل عديد البيبسين. اه ماذا تتوقع ان يحدث عند اضافة كاشف البيوريت بعد مرور ساعة من وضع انزيم. اول حاجة البيبسين البيئة المناسبة بتاعته فعلا اتنين هو بيشتغل في من واحد ونص الاثنين ونص فتبقى دي بيئة مناسبة بي اتش مناسب درجة حرارة مناسبة. وبالتالي يحول سهول زلال البيض اللي هو البروتين الى سلاسل عديد البيبتين. طب ايه اللي يحصل لكاشف البيوريت بعد مرور ساعة لما اجا حطه على المحلول او الخليط ده. اللي هيحصل لكاشف البيوريت بيبحث او بيكشف عن البروتين. بس الزلال البيض اتغير ولكن انزيم البيبسين هو عبارة عن بروتين. برضو كاشف البيوريت لما اجا حطه على الخليط هيتحول لونه من الازرق الى اللون البنفسيجي. يبه يتغير للون البنفسيجي. احنا عينعم زلال البيض يتغير ولكن انزيم البيبسين بيفضل زي ما هو. انزيم البيبسين هو عبارة عن بروتين. سراكم 85 بيقول لك اي الانسيجة الاتاية يمكن ان يكون المكون الاساسي اللي عضو مستجيب. عضو بيستجيب. اه اللي بيستجيب عشان تقدر تحرك جسمك عمتا يعني هو العضلات. وبالتالي الانسيجة التالية اللي بتكون المكون الاساسي اللي عضو مستجيب هو النسيج العضلي الهيكلي. العضلات الهيكلية هي العضلات اللي بتستجيب. طيب لو مالقت ش عادلات يبقى عندنا الغدد الغدد برضو من الاعضاء المستجيبة احنا عندنا الغدد والعضلات هي الاعضاء المستجيبة فقان 26공И يقولك اللانسولين هوا همون من اصل بروتين يتم dub pro يتم يفعه من البنكرياز ف greenhouse تكوينه بيتم تكوين عميلا البروتينات او حتى الدهوم برضو في السيتوبلازم dاخل السيتوبلازم هنا بيقولك في انوية خلاى البنكرياز غلط في انوية وسيتوبلازم ليرة في السيتوبلازم بسبب في سيتوبلازم خلال البنكرياس دي الايجابة الصحيحة في السئل الموجود ما بين الخلايا لا الايجابة الصحيحة انه بيتم افرازه او تكوينه اه في سيتوبلازم خلايا البنكرياس. سؤال رقم سبعة وعنين بيقول لك اختلاف جين لون البشرة بين شخص والاخر يرجع الى اختلاف القواعد النيتروجينية. قلنا برضو اللي بيغير الارن اي عن الارن اي كان القواعد النيتروجينية واللي بغير الني عن النيتروجينية هي القواعد النيتروجينية. سورة رقم تمانية وتمانين بيقول لك زا كان عدد اشرتهpisGetDNA Hay are 92 شريط. فكم عدد الكرومسومات علما بقي ان الكرومسوم الواحد يسوي جزء DNا. احنا معانا بقي 92 شريط. for هنا عايز اسؤالك يقول لك كام عدد الكرومسومات. علما بقي ان الكرومسوم الواحد بيسوي جزء DN واحد. احنا معانا 92 شريط. و الDEN الواحد بيتكون من شريطين. وبالتالي كده يبدا دي ان ايه? وبالتالي كده احنا معانا هنقسم ال 92 على ال اتنين فتدينا 46 احنا كده معانا 46 DNA وعدد الكروموسومات بيساوي احنا معانا برضو 46 اه كروموسوم صورة كامل 89 بقول لك اهلا سيجا لاتيها يمكن ان يكون المكون الاساسي لعضو مستجيب قلنا العضل مستجيب هي اما غدة هي اما عضلات فتبقى ميتوكوندريا ليفة عضلية نسيج عصبي القلب لا هي الليفة العضلية تسعين بقول لك تحتاج خلية حية الى طاقة مقدارها سين تنتج من اجسادة خمسة جرام من الجلوكوز وتخسر الخلية على نفس كمية الطاقة في غياب الجلوكوز فانها تستخدم كمية من الاحماض الدهنية مقدارها يعني احنا معانا مثلا حتة من الجلوكوز مقدارها خمسة جرام بتدينا طاقة مقدارها سين احنا عايزين نفس الطاقة دي اللي هي ياسين من قطعة من الاحماض الدهنية من الدهون يبقى المفروض القطعة دي قد ايه? احنا عارفين ان الدهون الطاقة المستمدة من الدهون بتكون اكتر من الطاقة المستمدة من الكاربويدرات لو الاتنين نفس الكمية طيب لما الاتنين يطلعوا نفس الطاقة يبقى اكيد الدهون بتكون اقل يبقى كدها كمية الدهون اللي طلعها اقل من خمسة طب تعانيشوف الاختراض تلاتة وخمسة وعشرة او خمستاشر لا تبقى صحيحة 3. صارك مواهد تسعين بيقولك رتب ما يأتي ترتيبا تنازليا تابعا لعدد مجموعات الفوسفات. اول حاجة معنا الفوسفالبادات الفوسفالبادات بيكون فيها مجموعة فوسفات واحدة. رباع نيوكوتيد يعني بيكون فيه اربع نيوكوتيدات يعني كده معنا اربع اربعة فوسفات. الـ ATB بيكون فيه اتنين والـ ATB بيكون فيه ثلاثة. احنا عايزين نرتب ترتيبا تنازليا يعني من الكبير للصغير. تبق اول حاجة الرباع نيكتريدي بيكون في اربعة بعد كده الATB بيكون فيه تلاتة بعد كده الATB بيكون فيه اتنين بعد كده الفصلهدائت بيكون فيها واحدة بس نصر رقم Uno Boule 92 بيقول لك يمثل الشكل من موضح مصار الهيرمونات في الدم الي الخلائي مستذفعة ترتبط الهيرمونات بالتركيب سين مال الذي يمثل سين يعني عايز اقولك ان دي الهيرمونات بتمشي في الدم لحد ما توصل لخلية بتبدأ ترتبط بالتركيب سين التركيب سين ده في الخلية ممكن يكون ايه؟ واحد بقولك البروتونات المدمجة الكوليسترول لأجسام مضادة لفسفولدات اللي بتعمل كبوبات استقبال وبتعمل كمستقبلات للهيرمونات والأجسام المضادة وغيرها هي البروتونات المدمجة او البروتونات المطمورة صار رقم 239 بقولك اي ما يلي يعتبر من الليبيدات التركبية الليبيدات تركبية يعني بتدخل في تركيب جسم الكائن الحي السلولوس دي اصلا من الكربوهيدرات الفسولدات فعلا بتدخل في تركيب الغشاء الخلوي الكورتيزون لا الكورتيزون ده اصلا هيرموني من حيث تصنيفه بيكون تصنيفه تنظيمي وليس تركيبي الاسترولدات برضو بيكون الاسترولدات برضو بتكون وظيفتها تنظيمية وليس تركيبية صار رقم 490 بقولك عند غمر النبات في الماء لا يزوب السلولوز الذي يدخل في تكوين جدار خلايا يرجع السبب الى يعني السلولوز ده مش بيدوب بسبب ايه؟ دخول الجلوكوز في تركيبه ده الجلوكوز اصلا بيدوب فما تنفعش احتوى على زرارة الكربون مالهاش علاقة كونه اصل نباتي برضو مالهش علاقة مش كل مش اي حاجة يكون اصلها نباتي تدوب في المية كونه من الكربوهيدرات المعقدة هو علشان خاطر من الكربوهيدرات المعقدة لان احنا عندنا كل الكربوهيدرات المعقدة مش بتدوب في الماء صور رقم 95 كل الاتي صحيح بخصوص الانزيمات معادة الانزيمات بتحتوي على نتروجين فعلا الانزيمات بتحتوي على نيتروجين لأنها عبارة عن مواد بروتينية بتتكون من أحماض أمانية والأحماض الأمانية بتتكون من كربون وهيدروجين وأكسوجين ونيتروجين وبالتالي تحتوي على نيتروجين تحتوي على الرابط بابتدية لأنها بروتينات فعلا تحتوي جماعها على نفس مجموعة القايل دي إجابة خاطئة لأن أصلا اللي بيميز الانزيمات عن بعضها أو البروتينات عن بعضها هي مجموعات القايل اللي بتميز كل حمضة أمينية عن التاني يتأثر عملها بتركيز أينون الهيدروجين فعلاً بيتأثر عملها هانتي أبطال فاضل خمس أسئلة صور رقم 96 بيقولك إذا كان عدد جزيات الماء المنزوعة عند تكوين بوليمر سكر معقد يسوي سين فإن عدد المونيمرات جزيات الماء المنزوعة بيسوي عدد الروابط بيسوي المونيمرات زايد واحد فتبقى الإجابة المونيمرات بتسوي سين زايد واحد 97 بيقولك المركب البوليجي المسؤول عن نقل الطاقة في نبات الصبار اللي بينقل الطاقة مثلاً أنت ممكن دماغك تجيبك للATP ولكن هو هنا بيقولك المركب البوليجي المسؤول عن نقل الطاقة المركب عدوي فيبقى مش الATP وكده كده مش الATP مش موجود في الاختيارات فاللي بيكون مسؤول عن نقل الطاقة هو الجلوكوز لأن الجلوكوز ده لما الورقة بتصنعه وتبدأ أنها تنقله من خلية للتانية علشان كل خلية أنها تستخدمه وتطلع منه طاقة تخزينها بعد جدع في الATP سؤال رقم 98 بيقولك كل العوامل التالية تسبب تغير الشكل الفراغي لإنزيم ما معده يعني كل الاختيارات دي بتغير الشكل الفراغي بتاع الإنزيم ما معده إيه ارتفاع درجة الحرارة فعلا ارتفاع درجة الحرارة بيغير الشكل الفراغي تغير إحدى مجموعات الأنقال بيغيره أصلا بيغير النوع نفسه انخفاض درجة الحرارة بيوقف نشاط الإنزيم ولكن مش بيغيره يعني الإنزيم بيرجع يشتغل تاني وبالتالي دي الإجابة الصحيحة تغير PH المناسبة له فعلا الPH لو زادت عن الPH المناسب أو قلت عنه بيغير الشكل الفراغي بيغير التركيب أصلا بتاع الإنزيم سؤال رقم 99 بيقولك إذا علمت أن إنزيم لبيبسين له دور هضمي في جسم الإنسان فإن وظيفة هذا الإنزيم هي نزع ماء ولا إضافة ماء ولا نزع مجموعة كربوكسيل ولا إضافة مجموعة أمين سؤال رقم 99 بيقولك إذا علمت أن إنزيم لبيبسين له دور هضمي في جسم الإنسان فإن وظيفة هذا الإنزيم هي نزع ماء ولا إضافة ماء ولا نزع مجموعة كربوكسيل ولا إضافة مجموعة أمين هضمي يعني مثلا لو فيه ده سكر وده سكر يكونوا مرتبطين ببعض فبيكون لي سكر سنائي دوره الهضمي هو إنه بيكسر الربطة دي طب أنا علشان أكسر الربطة دي أعملي لازم أضيف مية علشان أكسر الربطة وبالتالي دوره هو إنه إضافة الماء وليس نزع الماء السؤال الرقم 100 بيقولك النسبة الصحيحة بين عدد مجموعات الكولين والأحماض الدهنية في الفسفلبيتات مجموعات الكولين في جزء الفسفلبيت واحد والأحماض الدهنية اتنين فتبقى النسبة الصحيحة واحد إلى اتنين وبكده نبقى خلصنا المية سؤال والحمد لله يعني عدت على خير لو عجبكم الفيديو ده متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين وتفعلوا جرس الإشعرات ترجمة نانسي قنقر